اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تابع المركز الرابع وارد تسلل في هذه اللحظات من عذار تابع ايضا بشعار هجن العاصفة يقدم غياث الهلال والقدوم القدوم مع المركز الخامس مع المركز الخامس ارهني ايضا شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم على ظهر مربوش ومحمد بسعيب بن حلوة في عملية التضمير والمتابعة ومع المركز السادس المركز السادس القرم التابع لهجن العاصفة غياث الهلالي يقود في عملية التضمير والتدريب ومع المركز السابع المركز السابع وصلم عاند التابع بشعار هجن الشحانية نرحب بهذا الشعار اجمل ترحيب على ارضيتي هذا الميدان وبقيادة جابر بن سالم بن فاران من يتابع انطلاقة معاند مع المركز السابع ثامن التحديات نعود ايضا في هذه اللحوات مع الحاسم السيدي صاحب السمو الشيخ محمد برايد المكتوم وحمد بخميس رغويس من يقود الحاسم مع المركز الثامن تاسع التحديات الخوار لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم ومطر بن محمد بضبيع متابعا منطلقا للخوار مع المركز التاسع عاشر التحديات رهنية الغزال لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل هيان احمد بن خلفان بن صايغ المزروحي متابعا منطلقا مندفعا بهذا التحدي مع المركز العاشر هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام ندان الاول ندان الاول للعشر الاسهام المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموسي هذا الشوط ولكن لنا عودة مع الصدارة مع الناوي مع الناوي اللي ينطلق بناموسي هذا الشوط منذ البداية بهذا الشعار الغرفاوي شعار سعدة الشيخ عبدالله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي من يقود بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز المركز الثاني المركز الثاني ارهني امكلف مع المركز الثاني بالشعار ايضا سمو الشيخ ذياب بزيب بن محمد النهيان الصادق فضل الامين متابعا لانطلاق اتمكلف والتدخل من مربوشة لسمو الشيخ مكتوم بن حمد آمراد المكتوم محمد بسعي بن حلوة في عملية تضميره وتدريبه ولكن اره اره تسلل اره معاند اره معاند مع المركز الرابع بالشعار الادعم شعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بفران المري من يتابع انطلاقة اتمعاند مع المركز الرابع خامس التحديات ارهني الكائد مع المركز الخامس وانطلاقات ايضا وتحديات شعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي من بدأ يتسلل من بدأ ينطلق مع الكائد مع المركز الثالث سادس التحديات نتابع 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 القرم التابع بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي من يتابع هذا الاندفاع المثير ما شاء الله تبارك الله العد التنازلي لمجريات هذا الشوط وبدأنا ننعطف مع المنعطف الأخير والناوي الناوي 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 على الصدارة الناوي على المقدمة يقود هذه الجمعة منذ البداية بالشعار أيضا سعادة الشيخ عبدالله بن جاسب الثاني وسالم بن عامل المدهوشي من يتابع انطلاقة الناوي ولكن معاند بدأ يعاند مع المركز الثاني بالشعار هجن الشحانية وانطلاقة جابر بن سالم بن فاران من يتابع انطلاقة معاند المركز الثالث رهنية القرم منطلق أيضا مع المركز الثالث وشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي ولكن القدوم القدوم من الغزال ما شاء الله تبارك الله التحديات مثيرة والغزال يتسلل مع المركز الثالث بالشعار أيضا وتحديات سمو الشيخ خالد بالسلطان بالزايد انهيان وانطلاقة احمد بالخلفان بالصائغ المزروع ولوحة الكيلو المتر الأخير غادرناها مع انطلاقة مع انطلاقة الناوي مع تحديات الناوي اللي انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة منذ البداية منذ البداية يقود هذه الجموع يندفع بالصدارة ما شاء الله تبارك الله الناوي الناوي على صدارة هذا الشوت والشعار سعدة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آلهاني وقيادة سالم بن عامر المدهوشي ولكن الغزال الغزال يتسلل الغزال يتسلل مع المركز الثاني مع المركز الثاني لاسمه شيخ خالد السلطان بالزايد آل الهيان و احمد بن خلفان بالصائغ المزروع من يتابع من يتابع انطلاقة الغزال القرم مع المركز الثالث التابع بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غيات الهلالي الكوكبة ثلاثية الكوكبة ثلاثية على مقدمة هذا الشوت ماشاء الله الناوي والغزال من الجانب الاخر والقرم يتسلل في اللحظات الاخيرة في اللحظات المثيرة الناوي والقرم والغزال من الجانب الاخر ولكن القرم القرم هو الأقرب لناموس هذا الشوط تهانين الهجن العاصفة والنقطة السابعة في هذا المساء تهانين الهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سموشيخ حمدان بن محمد بن راجد المكتوب ولحظات وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني ياتي الناوي لسعاد شيخ عبدالله بن حمد بجاسم المركز الثالث الغزال لسموشيخ خالد بسطة بزايدنا نهيان المركز الرابع بشعار هجن العاصفة والمركز الخامس الكايد التابع لشعار هجن الشحنية ينطلق مع المركز الخامس هذه نتيجتنا مشاهدين متابعين الكرام ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول أيضا وتحديات القرم حيث أنه قضع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها وصول القرم مشاهدين متابعين الكرام ياتي بتوقيت زمني مقداره سبع دقائق تسعة وثلاثين ثانية وخمس أجزاء من الثانية تهانين لهجن العاصفة والتهاني موصولة أيضا لغياث الهلالي بينما اللي وصل مع المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام ياتي مع المركز الثاني هذه لحظات وصول المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام من ناوي ياتي مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن جاسب بن فيصل آل ثاني أو الغزال من يصل مع المركز الثاني سبع دقائق أربعين ثانية تهانين لسمه الشيخ خالد بالسلطان بالزايد النهيان والتهاني موصولة أيضا لحمد بخرفاء بصائغ المجروعي اللي وصل مع المركز الثالث الناوي سبع دقائق أربعين ثانية بالوفاء والتمام تهانين لسعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن جاسب بن فيصل آل ثاني والتهاني موصولة لسالب بن عامر المدهوشي تهانين للجميع والناموس شاهدين الكرام مستمعين الأفاضل نجدد لكم التحية في هذا الانطلاق المميز الجميل على أرضية هذا الميدان وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاقات الإثارة انطلاقات الشوطينة الثامن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر